شكرا بسانتا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح سيسي حرصة مصر على تعزيز وتدعيم شراكاتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصاعدة جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الذي أكد تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة خاصة في ضوء دور مصر الهام بقيادة رئيس السيسي بالشرق الأوسط المتحدث باسم الرئاسة أوضح أن اللقاء تطرق إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية حيث أكد رئيس السيسي الموقف المصري الثابت المستاندة إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية أكد رئيس السيسي موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث أشهد رئيس السيسي بتميز علاقات الصداقة بين مصر والبرازيل مؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات لسيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائبة رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية الذي أكد حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة يشارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ في الاجتماع الوزري حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد بالعاصمة الداني ماركية كوبنهاجن يوقد الاجتماع برئاسة مشتركة من مصر بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية وذلك بمشاركة العديد من وزراء ومسؤولي الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ اعتبرت رئيسة المفاوضة الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن روسيا تشكل أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وعاقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قالت المسؤولة الأوروبية أن روسيا هي أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية وتخالفها المثير للقلق مع الصين أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير جسر أو جسور لمن يتقدم القوات الروسية في منطقة لوهانسك ونشرت وزارة الدفاع صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر جسرين مدمرين عبر نهر سيفريسكي دونتس بالقرب من قرية بيلوهريفكا تنطلق اليوم المرحلة الأولية للانتخابات النيابية لبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المشرفين على المرحلة الرئيسية للانتخابات التي تجرى الأحد المقبل ويبلغ عدد الموظفين الذين لهم حق التصويت 15 ألف موظف يأتي ذلك بعد انتهاء تصويت المغتربين لبنانيين بالخارج في عدد من السفرات أعلن وزير صحة الفرنسي الغاء إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام اعتبارا من الاثنين المقبل وبرر الوزير الفرنسي القرار بالتراجع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا من ناحية أخرى قال وزير الصحة الفرنسي إن إبراز الشهادة الصحية وارتداء الكمامة في المرافق الصحية سيبقى إلزاميا تعهد رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون بتطبيق نظام حجر صحي طارق إلى أقصى درجة للتغلب على فيروس كورونا يأتي ذلك في أعقاب تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد ووجه كيم بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات الاحتواء الجائحة دعيا إلى إغلاق المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد أصيب أربعون شخصا بجروح نتيجة اشتعال نيران بطائرة تابعة لخطوط طيران صينية لدى إقلاعها من مدينة تشونج تشينج جنوب غربي البلاد يأتي الحدث بعد مرور أقل من شهرين على تحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين توجه انتر ميلا بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على غريمه يوفينتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين مقابل هدفين وفي الشرط الإضافي الأول نجح انتر ميلا في إحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين الثامنة وتسعين والثانية بعد المئة ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه فيما يظل يوفينتوس أكثر الأندية تتويجا بالبطولة برصيده أربعة عشر لقبا يليه روما بتسعة ألقاب انتهى الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صبع الخير يا مصر ولكن بعد الفصل موسيقى